النهاردة هنبدأ يومنا بأخبار مبهجة وحلوة تستحق الإشادة بيها الحقيقة هي مبادرة رئيس الجمهورية سيد عبد فتاح السيسي سيد الرئيس للكشف المبكر وعلاق فقدان السمع لدى الأطفال حديث الولادة ودي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا واللي أعلنت عنها وزارة الصحة عن زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدل من 30 مركز بجميع محافظات الجمهورية وده خبر كويس قوي قوي وتزودها كمان بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية عشان تقدم خدمات طبية كافية وتكافي كل الناس كمان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أكد أن المبادرة منذ إطلاقها في سبتمبر 2019 قدمت خدمات الفحص السمعي لـ 4.263.000 طفل يمها أيها وبينهم كمان 9.051 طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر وفقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم تحويل 466.241 طفل من إجمالي الأطفال اللي تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول وفي نفس الوحدة اللي تم فحصهم بيها وتم تحويل كمان 26.352 طفل بعد الاختبار التاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة وده بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى كمان بدء العلاج أو تركيب سماعة الأذن أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته وده حاجة مهمة جدا يعني خبر رائع أنا مش هقول إن ده ما بيحصلش غير عندنا لا هو بيحصل بيحصل في أمريكا وبيحصل في أوروبا بيفهم بيحصل في الدول اللي هي بتستثمر في المواطن وده بيحصل عندنا ولازم نحن نكون فخورين إنه ده بيوصل عندنا وإنه ده حاصل عندنا ببساطة إحنا بنستثمر في صحة المواطن المصري مش بعد الولادة ده من هو لسه جنين وكلمنا عن الموضوع ده المرة اللي فاتت فكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الوعية الرئيس عبد الفتاح السيسي لطول الوقت بيصدر توجيهات وبيتابع بنفسه وبكل الطائم اللي شغال من خلال وزارة الصحة ومن خلال القوافل الطبية اللي بتجوب محافظات جمهورية مصر العربية مشكلة السمع ما هيش مشكلة قليلة زمان كان بيجي الطفل عنده سنتين تلاتة على ما نكتشف إنه هو ضعيف السمع أو إن الطفل ما بيسمعش بنكتشف إمتى لما يجي سن إنه هو المفروض يتكلم وإنه ما بيتكلمش فنكتشف أصله ما كانش بيسمع طيب ببساطة شديدة لما نكتشف إن الطفل عنده مشكلة في السمع خلال شهر واحد من ولدته تسعين في المية من الحالات بيرجع لها السمع تاني وبيعيش الطفل ده حياة طبيعية جدا بيسمع وبيتكلم أو لو فيه مشكلة معضلة بتتحل من بدري برضو بيعيش حياة سليمة مع الإجراءات أو الظروف اللي هو فيها لكن خلوني أستدعي مع حضراتكم الجملة اللي قالها دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة معينا هنا في برنامج الستات ما عرفوش يكديبه الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم على المبادرات الرئاسية وقال بما هنصه إن كل دولار بيتصرف من خلال المبادرات الرئاسية على صحة المواطن المصري الدولار بيوفر أصاده عشرين دولار بيتصرفوا على علاج في حالة المرض لقدر الله فهنا إحنا ماشيين بخطة تبتة في مشروع قومي اسمه الحفاظ على الصحة المصرية اسمه ميت مليون صحة اسمه حياة كريمة أنا أحييك إيمان وإحنا فكرة الكشف المبكر موجود في كل واحدة صحية فكرة إن كل قرية الوقت النهاردة فيه 34 مركز بيحيلوا فيه الولاد كمان الأمهات بقى عندها وعي النهاردة أنت كنت بتقولي البلد لما اسمعشها مش هيتكلم صحيح الأمهات بقى عندها وعي وعندها كبتدوخ لما تدور على مكان ياخد أطفال المبتسرين اللي بيتولدوا بدري كمان بتدوخ على حضانة بتدوخ على مكان يكشف عليه النهاردة بيوفر لك تقريبا كده نقول إن كل محافظة فيها مركزين أو حاجة أو أقل حاجة بسيطة بس خلوا بالكو إن دي كانت مشكلة كبيرة وبتدخلنا وبتكلف الدولة زي ما أنت قلتي فعلا طبعا يا مهى كتير جدا 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 شكرا على المبادرة دي ونتمنى كمان إنها تبقى أكتر فكرة المتابعة بعد إجراء الكشف بأسبوع عشان يعملوا عمليات زرع كوقاعة أو كلها يعني ما فيش طفل بيستخرج شهادة ميلاد إلا لما بيعمل الكشف ده ودي حاجة مهمة جدا لإن أحيانا الأمهات بتبايعيني على قد حالها ومعندهاش فكرة عن الموضوع ما عندش وعي بالموضوع فبتكتشفش إن هو ما بيتكلمش مثلا إلا بعد سنين طويل وتحميل الغدة كمان اللي هي الشكة اللي بتتاخد في كعب رجل الطفل كمان ده مهم جدا الغدة الدرقية دي في منتهى الأهمية يمكن لأمه بتبقى مش فهمة موضوع ده لازمته إيه لكن ده مهمة بتكمل مع حياته بتحميل الأمراض كتير حتى في الكرآن يا إيمان ويا فكرة يا مهى قال السماء والبصر السماء والبصر دايما أول حاجة نسمع عشان نتكلم وعشان بعد كده نشوف ده حقيقي والمهم كمان أني ده بقى زي ما إيمان قالت أني بقى فيه كمان وعي وعي شديد عند الأسرة المصرية كمان وزارة الصحة ده كمان موجود في كل قارية مش بس مثلا مقتصر على مستشفيات عاما لا ده في كل قارية موجود الموضوع ده أنت بتروحيلهم لحد عندهم كمان عشان ما يدخوش كان لأول بكبوا مواصلات وهيكشفوا بكام وهيعلجوا بكام خلس أقول لك خلي الولد ما بيسمعش ما بيتكلمش مش مشكلة وحاجة مهمة كمان أني دايما وزارة الصحة بقت على طول بتولينا بالنتائج بتولينا بالإحصائيات اللي إحنا محتاجين نعرفها وده بيبقى سهل لإني بيخلي فيه communication أو تواصل بين العيلة أو بين الأسرة اللي عندها طفل عنده مثلا فقدان سماء أو كده فالشغل بيبقى فيه التحرك ليه سريعا جدا عشان كمان تبقى نسبة شفاقة وأسرة ده حقيقي طبعا وتبقى حياة كريمة بالفعل بتوصل لكل الناس